جولة اقتصادية جديدة ونبدأ بالشأن المحلي حيث قالت مصادر محلية إن شركة النفط اليمنية في محافظة عدن رفعت أسعار البنزين ابتداء من الجمعة وأضافت المصادر أن الشركة بدأت ببيع دبة البترول لسعة 20 لتران بمبلغ 7600 ريال بدلا عن السعر السابق 7300 ريال وبحسب المصادر فقد عازت الشركة قال رفع تسعيلة إلى مصارفة في البنك المركزي ورفع الأسعار من قبل المستوردين آرنت إدارة قناة السويس المصرية تحقيق رقم قياسي بعبور 18800 سفينة وتحقيق إرادة بلغ 8 مليارات وتسعمائة مليون دولار خلال العام الماضي وقال الرئيس الهياء إن حركة الملاحة بالقناة المنتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة ولم تتأثر من تداعية ظهور فيروس كورونا بالصين اقترحت مؤسسة التمويل الدولي ومقر وواشنطن وعدد من المجموعات المالية الاستشارية خطة طوارئ لإنقاذ اقتصاد لبنان تتضمن ضرورة خفض الدين وعجز الميزانية وأسعى الفائدة وتقليص الإنفاق والمباشرة في عمليات خصخصة واضفت المؤسسات أن الوضع المالي والاقتصادي المتدهور في لبنان بحاجة إلى مساعدات مالية خارجية تصل إلى 24 مليار دولار لإنقاذه أكد تقرير اقتصادي تونسي أن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخاخ سيجد أمامه وضعية مالية حرجة وخزينة شبفارغة خصوصا إذا ما نالت حكومته ثقة البرلمان واضفت تقرير أن رصيد الحكومة حاليا يبلغ أكثر من 836 مليون دينار وفقا لبيانات المركز التونسية أي بما يعادل 270 مليون دولار غير أنه لا يكفي لمواجهة النفقات العامة رغم اقتراض الدولة 1417 مليون دولار في سبيل معالجة اقتصاد البلاد وأخيرا قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جولغيفا خلال ندوة ضمن مؤتمر ميونخ للأمنة السادس والخمسين إن وباء كورونا الجديد يفرض ضبابية على مستقبل الاقتصاد العالمية وأوضحت أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في تحديد الأثر الاقتصادي للفيروس وسنحتاج لأعتماد تدابير منسقة لحماية الاقتصاد العالمية مضيفة أن الصين تستحوذ على 19% فقط من الاقتصاد العالمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة